السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة أمنازيم التعليمية أرحب بكم مجددا مواصلة لسلسلتنا وهي سلسلة تعلم قراءة النصوص باللغة الفرنسية وفهمها وهذا بنص جديد اسمه لسيغال إلى فغمي وهو غني على التعريف معناه النملة والصرصور مثل هذه القصص تسمى باللغة الفرنسية ليفابل وليفابل معناها القصص التي تكون على لسان حيوانات يعني حيوانات تتحدث وفي الأخير من هذه القصص نستخلص حكمة كالمعتاد نتعرف كيف تقرأ الكلمات والجمل وبعدها نترجم إدن تبيومي Le texte Par une belle journée d'été La fourmi s'activait à transporter des provisions sous un soleil de plomb À l'ombre, la cigale se reposait et prenait du bon temps Tout à fait insouciante, elle demanda à la fourmi «Pourquoi travailles-tu autant par une journée aussi chaude ? » إدن Par A Par R Par Une 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 E double L, E تقرأ L إدن وهذا حرف B Bale Bale Par Une Bale Une 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 فهذا الاسم الذي يوضع قبله فهو اسم مؤند لكن ناكرة في اللغة العربية ناكرة تكون بحتف ألف ولا أما في اللغة الفرنسية بوضع اون في المؤند وان في الاسم المذكر قبل الاسم المذكر إذن اون بال او اي قلنا الضمة إذن وهذا حرف جي فجي عندما نضع له الضمة يصبح جو إذن جو نضع السكون لا يجد بعده حركة غ ني اون بال جوغني دي تي هذي حركة وهي اي إذن دي تي نترجم بال هي جميلة سيطة النادجكتيف صيفة جوغني يوم اي تي صيف اي تي هو الصيف إذن بار اون بال جوغني دي تي معناها في يوم صيفي جميل في يوم صيفي جميل لا فوغ مي لا فوغ نا او او الضمة وهذا حرف اف إذن فو لا فوغ نضع السكون مي يعني النملة سا ك كلما نجد سي ولا يجد بعدها حركة فتقرأ ك دائما إذن ساك تي اي تي اي تقرأ اي إذن ساك تي تي لا تقرأ ا ت ا اين تقرأ او اذن خون س سكون س او بو غ ت ا ا تقرأ ا ا تقرأ ا 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 لاحظوا هنا اس لا تقرأ اس بل تقرأ ز لماذا؟ لأنها جاءت بين حركتين وهي ال ا ا ادن PROVISION اس لا تقرأ لأنها في الجمع سو او قلنا الضم وهذا اس ادن سو ا سو سو ا ا تقرأ اي ادن soleil شمس soleil د پ پ لن لن ادن نو ترجم أَ لَمْبْغْ أُ م تقرأ أُ إذن أَ لَمْبْغْ أَ لَمْبْغْ لَا سِيْ غَالْ لَا سِيْغَالْ لاحظوا الجي دائما عندما تكون بعدها أَ او 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 فتقرأ غ ولا تقرأ ج إذن لَا سِيْغَالْ سُرُ أُ رُ غُ بو غُ بو زي هذا حرف أس فيقرأ زاد لأنه قبله حركة وبعده حركة إذن لا يقرأ أس قلنا يقرأ زاد وكرر لكي تترسخ يترسخ الشرح في أذهانكم غُ بو زيْ تقرأ ايْ ومعناها وَ P لا يجد حركة بعدها إذن نضع لها السكون P خُنَي ايْ تقرأ ايْ تلا تقرأ خُنَيْ دُّ بو زيْ ON تقرأ ON. إذن BON. EM تقرأ ON. إذن TEN. PS لا يقرأ. Le TEN هو الوقت. ويكتب هكذا. PS لا يقرأ. BON TEN. إذن نشرح. A L'OMBRE يعني في الظل. LA CIGAL وهي حشرة كذلك. حشرة تصدر صوت. كلنا نعرفه في فصل الصيف. إذن ما تشتدو الحرارة. إذن LA CIGAL. SE REPOZE. يعني هذه الحشرة كانت SE REPOZE كانت مستريحة. PRENE DU BON TEN. و تستمتع بوقتها الجميل. فSE REPOZE معناها تستريح. و تستمتع بوقتها الجميل. و تستمتع بوقتها الجميل. هذا حرف S إذن SOU. INSUCIANT. I A N تقرأ YON. YON. و السي قلنا دائما عندما تكون بعدها I E E فتقرأ C ولا تقرأ K. إذن INSUCIANT. LE SUCI. LE SUCI وهي الهموم. لكن INSUCIANT يعني خالية من الهموم. فإن تبعين الضيد. INSUCIANT يعني خالية من الهموم. كل تماما. Tout à fait. تماما. خالية من الهموم. تماما. تماما. إذن. اذا أما ين Philp le تقول cosas Covid utilisة إذا ثقاؤت كان بوقتها س comer. تماما. تماما. تماما تبدأ. تماما تبعين سيجارة ل Profيله. تماما تابعين سيجارة لفورني. تماما تداما أنملا أو سألتها. هنا تماما يعني سألتها. إذن لاحظوا قلنا U دائما تكون بعد الك لكن لا تقرأ فالحركة التي تقرأ هي التي بعد ال-U و-O-I تقرأ و إذن نضع السكون للك إذن ك-و لماذا؟ ت-خ-فاي A-I تقرأ ت-خ-فاي 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 لماذا تعملين؟ ت-خ-فاي هو عاملاء يعملوا قالت لها لماذا تعملين؟ أو تقرأ أو و-آ-ن تقرأ أن إذن أو تقرأ معناها لماذا تعملين كثيرا جدا لسيغال سألت لفومي النملة قالت لها لماذا؟ لماذا تعملين أو يعني كثيرا في هذا اليوم الحار جدا النملة 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 لا تقرأ إذن تقرأ مباشرة أن ي النملة النملة يعني في الشيطاء لنوريتور لنوريتور اي اي استي دائما تقرأي غار لنوريتور اي غار معناها الأكل لنوريتور الأكل اي غار قليل او نادر غار يعني نادر ري پندي لفورمي غي پند هذه حركة اي فتقرأ غي او ان ان اذا پند اي دي اجابت لفورمي اجابت النملة اعيد قلت لكم بان في اللغة العربية نقول قال فلان نقطتين ونكتب ماذا قال وفي اللغة الفرنسية في اغلب الاحيان نجد القول اولا ثم نقول قال فلان ادن هنا اوني ونوريتور اي غار هي النملة التي قالت هذه الجملة ثم بعد ذلك قالوا اجابت النملة لفورمي 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 اجابت يجيبو نو نو او او الضمم وهاد حفن majuscul لحدو هده ان minuscule وهاده ان majuscule ادن نو نحنو نو نو دون دون او ان تقرأ ان والاس لا تقرأ دون معناها لفورمي لفورمي يجيبو نو دون يجيبو علينا فر ان نفعلا لفورمي فعلا يفعلو ان نفعلا دي دي بعد قليل سوف اعطيكم المعنى انا الان او ترجم كلمة بكلمة ثم بعد ذلك اعطيكم المعنى دي ب خو في اي او ان تقرأ يوم والاس تقرأ زاد هنا لانها بين حركتين لفورمي و هي التدابير فقالت لها نو دفون فر دي بخو فيزيون معناها يجيبو علينا ان نتخذ التدابير ادن هنا فر تعطينا معنى اخر في هذه الجملة ليست فعلا يفعلو ادن نو دفون فر دي بخو فيزيون علينا او يجيبو علينا ان نتخذ التدابير فاندن ان تقرأ ان وان كذلك تقرأ ان فاندن تلا تقرأ كال ادبل ال ا كال اباند اباند ان تلا تقرأ لأنها فعل ومصرفة مع ال او اذا كان الفعل مصرف مع ال او ال او 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 لا تقرأ ان بل تقرأ سكون كال اباند ومعناها pendant كالاباند معناها الى حين تكثر وعيد ماذا اجابت النملة قالت لها في الشتاء الاكل يكون ناذرا ويجب علينا ان نتخذ التدابير الى حين تكثر يعني الاكل يكثر مي اي تقرأ اي مي لكن الاس لا تقرأ مي معناها لكن او او قلنا الضم بوغ كوا او او تقرأ و وال او لا تقرأ دائما هي مرافقة الكو بوغ كوا لماذا س او س قلنا الاش دائما لا تقرأ في البداية وقلنا او او في الاخير تقرأ اي لأنها فعل قالت لها لكن لماذا تستعجلين الاش لا يقرأ الاش لا س 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 لا يبقى أَوَنْ لَنْ تَعَدْ لَهَا بِأَنَّا لِيْبَرْ أَشْتِتَاءِ نُسُرَا بَالَا لا يبقى هنا لونطن طويلا لفترة طويلة لونطن يعني لفترة طويلة لاتي الصيف يجب يجب ساموزي الاستمتاع يعني في الصيف يجب عليك أن تستمتعي ولا تبقى في الانشغال بي العمل كَالصُتِزِ دُّوَطْرَ بَعْتَالَ تَلَاتْرَ Votre par يعني من طرفك لكن هنا بالمعنى كَالصُتِزِ دُوُطْرُ بَعْتَمَعْنَا هَا مَا أَغْبَاكِ كَمْ أَنْتِ رَابِيَّ صُتِز يعني رَابِيَّ كَالصُتِزْ دُوَطْرُ بَعْتَمَا أَغْبَاكِ كَمْ أَنْتِ رَابِيَّ استهزأت وقلنا هي الحجرة التي تصدر صوتا في الصيف عندما تشدد الحرارة الآن النملة توجه كلامها للصرصور قالت له إذا لم تفعل شيء يعني لا تفعل شيء لم تفعل شيء فعلى يفعل إذا لم تفعل شيء تهدر تسرف تضيع وقتك لحظوا كيف يكتب تتعلموا كيف تكتبوا الفرنسية بدوني أخطاء وقتك وو ل رغتري هنا الفعل مصرر في لفتور في المستقبل وو لرغتري يعني لرغتري هو الندم قالت له سوف تندم في المستقبل سوف تندم بلوطار بلوطار يعني مستقبلا وكذلك بلوطار معناها لاحقا قالت له سوف تندم لاحقا ريبليكا لفورمي ريبليكا لفورمي انديني انديني يعني ساخطة ريبليكا معناها أجابت النملة ساخطة إذن هذا الجزء الأول من القصة الجزء الثاني والأخير سوف يكون في فيديو المقبل إن شاء الله أتمنى أنني قد وفقت في شرحي لهذا النص لا تبخلوا علينا باللايك والاشتراك إن كنتم لأول مرة تشاهدون الفيديو لكي يصلكم كل جديد وكذلك اتركوا لنا تعليق محفز كالمعتاد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته